يسعد اوجاتكم صبايا واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وتزيين جديد تزيين اليوم رح يكون لكيكة بمناسبة اسبوع بابي او استقبال المولود الجديد او لعمر الشهر او الشهرين تقريبا مناسبة للاطفال بدون عمر السنة ممكن كمان تكون باللون الازرق مناسبة للاولاد لكن كيكتنا اليوم هي لبنوتا الله يحفظها ويخليها لأهلها حشية الكيك من قبل بيوم حطيته بالتبريد وهالحين رح الون الكريمة حطيت صبغة البودرة يعني دوب ذرة صغيرة على طرف الملعقة حتى ما تمرر مع ملعقة صغيرة من المايح دوبتهم مع بعض شايفين كيف قوم الكريمة الصحيح للتغليف رح احط الكريمة عفوا الصبغة بعدنا ذوبتها على الكريمة واخلطها مع بعض حتى يتجانا سوى خليهم بالتلاجة خمس دقائق بس لحتى تتغلغل الصبغة بالكريمة وصير اللون موحد في حال حطينا الصبغة بودرة مباشرة على الكريمة رح تغلبنا في انها تلمزج مع بعض وراح ممكن يطلع معانا بقع من اللون موجودة على الكريمة وبتعطينا هاد الاشي يعني بغطينا شكل مش لطيف ابدا للكريمة رح اغلف الكيك بالكريمة من تحت باللون الزهري ومن فوق رح يكون باللون الابيض صبايا بالنسبة للكريمة اللي استخدمتها كريمة رتش لكل كوب من الكريمة ملعقة سكر او ملعقتين حسب الرغبة مع نص كوب من الماء البارد بخفقهم حتى احصل على القوام المناسب بعد هيك بالسكربر رح يكون السكربر عمودي على البرد آآ الكيك وبنفس الوقت مائل على الكيك بزاوية خمسة واربعين درجة ما رح انجسها بالمنجلة اكيد بس آآ رح تكون مائلة لا هي افقية ولا هي عمودية آآ على الكيك السبب انه حتى تتعب الفراغات الموجودة بالكريمة وبنفس الوقت تشيل الكريمة الزايدة عن حاجة الكيك. اول ما قد بالتغليف او بالتنعيم بالسكربر عفوا رح ااخدها هيك بحركات مقطعة وبعد هيك اصير الفها لفة كاملة على الكيك حتى احصل على الشكل المناسب شايفين تقريبا فش ولا غلطة موجودة في جوانب الكيك ورح تشوفوا كمان وجه الكيك بنفس الطريقة رح املس وجه الكيك او اناعم وجه الكيك وارجع مرة تانية بالسكربر حتى احصل على حواف حادة كل الكريمة الزايدة حتطلع على فوق رح اسحبها بالسباتيولا واتخلص من كل الكريمة الزايدة. كل ما اسحب الكريمة الزيادة بالسباتيولا يا صبايا احاول كل مرة او مرتين اسحبها اغسلها بمية او اشطفها بمية وارجع مرة تانية اكمل الشغل ونفس الملاحظة حتكون بالنسبة للسكربر هاد الاشي بساعد على ان الكريمة تنعم بسهولة وكمان يكون التنعيم او السقل مثالي وممتاز جدا وبنفس الوقت اه وقت اقل باخد في التنعيم اخدت مشت الكريمة وبنفس الطريقة انا بليته بالمية ونفضت المية او يعني تخلص من المية لزيادة منه ومشيته على جوانب الكيك بكل سهولة هيك انا خلصت من التنعيم ومن سقل الكيك حطيتها بالتلاجل حتى اقص الصور اخدت هدول الصور من طباعتهم صبايا ونطبعوا هدول بالمكتبة اه ضروري انه ما ينطبعوا على ورق عادي يكون الورق ورق مغلف اه بكون متل الجيلاتين بسموه مغلف تغليف حراري واسبت من ظهر الصورة بالسيليكون او اي نوع لازل اه اعواد اسنان او اعواد الشيش طووق حسب الاشي اللي انا محتاجهم يعني انا حطيت الصور الصغيرة بظهرهم موجود اعواد الاسنان والصورة اللي عليها اسم البنوتة حطيت اعواد الشيش طووق باي قمع موجود عندي مثل قمع النجمة قمع وان ام قمع تو دي كلهم بعطوني اشكال حلوة رح اعمل الكيك من تحت وبعد هيك رح احط الصور اختار المكان المناسب للصورة احاول قدر الامكان قبل ما اه اسبتها لانه متى ما ثبتتها بالكيك رح تعمل مكان ولو ضلينا نغير رح يعمل او يشوه منظر الكيك فانا احاول بالنظر اختار المكان المناسب قبل ما احط الصورة رح اثبتهم بالطريقة اللي بشوفها مناسبة على الكيك وبهيك تقريبا جربنا نخلص من الكيك ومن التزين النهائي لها اذا وصلتوا معي لهذا الجزء من الفيديو واعجبكم الفيديو بتمنى تضغطوا اللايك وازا كنتوا بتشوفوا الفيديو الاول مرة على قناتي بتمنى تشتركوا بالقناة فضلا وليس امرا حبيت اضيف كمان اه كريمة باللون الزهر بنفس القمع على وجه الكيك وبعد هيك بالكريسفي وازعتهم على الكيك بشكل عشوائي وبهيك الكيك اصارها جاهزة بتمنى تكون اعجبكم للفيديو جاي بنتم في رعاية